اهلا بكم في سقف نفسك لو اول مرة تتابعوا القناة اضغطوا على زر الاشتراك والجرس وصيبوا اسئلتكم تحت وهنرد عليكم في اقرب وقت النهاردة هيكون فيديو مختلف هنعمل 3 مشروبات من القهوة حلوين جدا المكة لاتي والشوكلة مكة وكمان ملكة تشيك القهوة بطريقة سهلة وبسيطة ومش مع ادى اطلاقا اطلاقا تابعوا الفيديو الاخر علشان تشوفوا الطريقة مزبوطة اول حاجة هنعملها مع بعض هي الشوكلة مكة بطريقة سهلة جدا معايا نص كباية من القهوة سريعة التحضير معمولة بمية سقعة او بمية سخنة وصيبوها تبرد تماما معايا معلقة كبيرة من الشوكلة القبيلة للدهن اللي بالبندق معايا كمان نص كباية من اللبن الحليب اي نوع انتو بتحبوه بس يفضل يكون المعلب ومعايا مكعبات من التلك هنزل بقى باللبن بتاعي عايز اقول لكم تقدروا تستخدموا الخلاط اليدوي زي ما انا هعمل او الخلاط الكهربائي مفيش اي مشكلة تمام بعد كده هحط معلقة كبيرة من الشوكلاتة زي ما قلتلكم حاولوا ان انتو تكونوا قراماء في الشوكلاتة لان احنا مش هنحط سكر بعد كده هنحط القهوة سريعة التحضير وهضرب بقى كويس جدا جدا ضرب مبرح تقريبا ثلاث دقايق بالشكل ده وكده يكون جاهز معنا بعد كده بقى هنحضر الكباية وهنحطه كده مش محتاجين ان احنا نحط اي حاجة غير مكعبين من التلك وبعد كده لو في بقى واحدتين مكسرات ممكن سبرينكل مفيش اي مشكلة هو كده هيكون جاهز معنا نعمل بقى دلوقتي المكة لتيه وده للناس اللي بتحب نثبت القهوة بسيطة شوية هنحط كوبية لربع من اللبن الحليب وهنحط نص معلقة كبيرة من السكر او من عسل النحل هنحط كمان مكعبات قهوة سريعة التحضير معمولة بالطريقة العادية خالص ومحتوطة في قوالب التلج لحد ما تجمد وتكون بالشكل دوت بعد كده هضرب كويس جدا جدا لحد ما الخليط يمتزج مع بعضه ونحس كده ان التلج او قهوة التلج اتفتتت وكده هو جاهز معنا جدا دقوه لو حابين تحطوا سكر حطوا سكر هبتيجي بقى ان انا حطه في الكوبية بتاعته بالشكل ده وهحط بولة كبيرة من الايس كريم ممكن تحطوها شكولاتة بس هي مفروض فانيليا وبعد كده ممكن نحط بقى حاجة من فوق سبرينكل او اسوس شكولاتة سايح كده او كارامل براحتكم بقى الطعم اللي انتو تحبوه حطوه اخر حاجة معانا هي ملكة تشيك القهوة هنحط كبالة ربع من القهوة سريعة التحضير وهنضيف عليهم مكعبات من التلج واربع معالق من اللبن الحليب يكونوا اربع معالق كبار او تقريبا اقل من ربع كوبية بشوية هنحط كمان بولتين من ايس كريم الفانيليا او ايس كريم الشوكولاتة او ايس كريم الكارامل على حسب الفليور اللي انتو عايزينه في الاخر وندرب كويس جدا جدا لحد ما التلج يتفتت وكده يكون جاهز معانا هبتدي ان انا اصبه في الكوبية بتاعته وكون عاملة بقى كريم شانتي اا بالطريقة العادية خالص مش حابين تحطوا كريم شانتي عليه برضو ما تحطوش انما هو بيدي شكل حلو كده زي شكل الكافيهات وعملنا بتكلفة قليلة جدا بس كده هحط بقى اي حاجة من فوق ممكن شوكولاتة زي كده او سبرينكل او اي مكسرات او تستغنوا عن الكريم شانتيه خالص ويبقى معانا مشروب صحي طعمه حلو جدا بس كده حلقتنا خلصت النهاردة جربوا المشروبات دي هتعجبكم جدا ومش مكلفة اطلاقا ونحاول نعمل في البيت جو الكافيه الكبير ان شاء الله نشوفكم في فيديو